انا عاوز اقول لكم للمرة التانية والتالتة والربعة لازم تربط ولادك بكتاب لازم تربط ولادك بكتاب ما تخليش ثقافة ولادك الثقافة البصرية او ثقافة الالكترونية اللي هو النظر في الموبايل او النظر فيه الكمبيوتر بس انما لازم ابنك يقلب الورق يمسك الكتاب يتعود على منظره يعرف ابنته يشوفك وانت بتحترم الكتاب ده المطلوب منك انك تعمله في التربية من اهم عوامل التربية انك تعود ابنك على كتاب الامر التاني عود ابنك على التنوع في تلقي المصادر المعلومات ما تخليش ما تجبروش تقوله ما تقراش الا الفكر ده ما تقراش الا للكاتب ده الكاتب ده ما تقرره ما تعملش كده خليه يقرى حتى لو كلام حتى لو كلام انت شايفه كلام غلط وناقش وفند ووضح وهات كتاب تاني يردع الكتاب الاولاني لو انت منتش قادر انك تناقش في المسألة المهم انك انت تعود ابنك انه يشك في كل حاجة بيقرأها بق معادة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يعني اي حاجة غير القرآن والسنة اي كلام يقراه لازم يشك فيه لازم ينقضه لازم تبقى عنده رؤية ارتيابية في الثقافة مش لازم تاخد كلام اي حد لا مفكر ولا اعلامي ولا شيخ ولا ملقي ولا خطيب ولا اي حد ما تاخدش كلامه مسلمات ما فيش حد كلامه مسلمات غير الله ورسوله عاد الله ورسوله كل واحد يؤخذ منه ويرد زي ما قال سيدنا مالك كده الامام مالك كل انسان يؤخذ منه ويرد الا رسول الله او الا صاحبه ذي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم انما حكاية الانبطاح دية اللي شفناها للمشايخ السلفية اللي حصلت ليهم يقولك انت شيخنا دوت اصله اعلم اهل الارض ويعني فهم ده طبيب الحديث ده ميكانيك الفقه ده استاذ الاحياء ده كلام ده ما بيأكلش بقى خلاص انتهى الكلام ده اوعى تسلم ابنك لانه يقولش ان شيخ ديها بتكلم صح على طول لا مش لازم كل انسان كل انسان يؤخذ منه ويرد كل انسان ايه يؤخذ منه ويرد تمام فما فيش حاجة اسمها ان ايه انه ده كلام الصح الكلام الذي لا يمكن ابدا تجاوه كل واحد كل واحد يخطئ ويصيب وكل كلام فيه افضل منه وكل كتاب لازم تنظر ليه نظرة شك ونظرة نقل وعود ابنك كده تدينه المقطوعة كده في القراءة او خلافه اقول له ايه رأيك انا عاوزك تطلع لي اخطاء في المعنى او اخطاء في اللغة او اخطاء في حعرف ان انا خلفتك وعلمتك صحيح وهكذا يعني تبدأ تدي لابنك نوع من انواع التحفيز والمسابقات ورمضان جاي وكل سنة وتطيبين وحتبقى فايدة غير طبيعية وهات مقطع لو انت شايف مقطع لاحد المشايخ غلطان فيه هات المقطع وغيره لابنك قوله ايه رأيك انا شايف ان المقطع دوت عاوز اعرف رأيك فيه كلام صح ولا كلام غلط يعني ليس من المتوقع ان ابنك في اول لحظة او في اول رؤية حيقول لك اه ده غلط في كذا واحد اثنين تلاتة لا اي حد شفني اي مقطع علي وريلي ابنك قوله كلام ده انا مش موافع عليه الكلام ده انا غلط والغلط ولا صح الكلام ده في ايه لازم تعود ابنك على ده انما الحكم الاستباقي اللي تعود ابنك ان هو يلغي شيخ لمجرد خطأ ولا اتنين او يلغي مفكر لمجرد انه قال رأيه في مسألة من المسائل اللي تتفق مع اهوائك الكلام ده غلط